صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني أصبحت ضرورة ملحة لوضع حلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل الأزمات العالمية التي تعاني منها دول العالم أجمع فالعاصمة الإدارية الجديدة تصطديف خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من أكتوبر المؤتمر الاقتصادي مصر الفين اثنين وعشرين وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين الهدف الرئيسي للمؤتمر هو التوافق على خارطة طريق محددة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني على المدايين الزمنيين القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية والتي تشكل قوام اقتصاد الوطن يتيح المؤتمر فرصة كبيرة لرجال الأعمال والصناعة في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد الوطني ويضع ضمن أولوياته الإعلان عن خطوات فعلية لتفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة كذلك في خطط الإصلاح الجارية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة وغير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري وبمشاركة أهل الخبرة والكفاءة والاختصاص في المجال الاقتصادي يعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه فيشهد اليوم الأول من المؤتمر مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة أما في اليوم الثاني فيناقش المؤتمر محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال في اليوم الثالث سيتم استعراض خارطة طريقا لقطاعات الاقتصاد القومي مع عرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع أما اليوم الأخير من المؤتمر فمن المقرر أن ينتهي بعقد جلسة ختامية تعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسات السابقة وأيضا توصيات المؤتمر والمبادرات والتي سوف تعلن عنها الحكومة من خلال التوافق الذي يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة ويتم إعلان هذه النتائج والتوصيات خلال الفترة القادمة إذن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر ليس عرض التحديات والتوافق عليها فحزن ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة القادمة والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر